وينضم إلينا من لندن نعيم سليم الباحث الاقتصادية سيد نعيم على شاشة الغد في البداية لماذا تراجعت البورصات الأوروبية والإسيوية على أثر إفلاس بنك سيليكون بالي الأمريكية أشكركم على استضافتك العادة الموقف ما زال خطرا إذا نظرنا إلى أسواق البورصة في أوروبا وإذا نظرنا إلى أسواق البورصة في أمريكا التفائل الذي بأنه سوف يكون هناك دعما لأزمات البنوك والأسماع الحالية أصبح هذه الحالة من التفائل تتلاشى أن الأسواق ما زالت الاتقاه إيجابي يجب أن تكون الرسالة أكثر وضوحا والحكومة ترسل رسالة إلى الجمهور ولكن الوضوح في هذه الرسالة ليس كافيا كما قلت في المحادثات أنك قلت بأنهم يتحدثون بأنه لا يجب على دفع الضرائب استخدام أموالهم لتعويض هذه الخسائر إن لم تتوقف هذه المشكلة حاليا فسوف يكون لها تأثيرا كبير وهذا سوف يخلق مشكلة أكبر ولذلك فإن الوقت الآن مناسبا لإرسال رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية وإلى البنوك البريطانية والأمريكية يجب أن تكون الرسالة واضحة بأن هناك تأمينات كافية لتعويض هذه الخسائر النتيجة عن إعلان البنك إفلاسه وحل كل القضايا على وجه السرعة سيد نعيم بالرغم من هذه الإعلانات بتراجع البوصة سواء الأوروبية أو الآسيوية على أثر إفلاس بنك سيليكون فالي هل نحن أمام مشكلة اقتصادية كبيرة أن هذا التراجع الطبيعي وستعود الأمور إلى طبيعتها أعتقد أن الآن أن الأزمة تم احتوائها بشكل كبير لا يجب أن نقلق كثيرا على الأسواق لأنه إذا كان هناك مشاكل كبيرة في هذا الأمر فإن أعتقد أن سوف تكون هناك دعايات كبيرة على الأسواق لذلك فإن صانع السياسات يجب أن يقدم دعما مناسبا للسيطرة على الأزمة الحالية لأنه بدون ذلك فإن الموقف سوف يتصاعد وسوف تصل إلى أوضاع غير مأمولة لذلك هناك الكثير قلقين من هذا الشأن ولا بد من صانع السياسات تدخل فورا طيب ما هي أشكال الدعم التي قصدتموها؟ يعني بريطانيا وفقا لوزير الخزانة قد أعلنت شراء بنك HSBC لحصة فرع سيليكون فالي البريطانية يعني ماذا يعني هذا؟ وهل نجحت الحكومة البريطانية بهكذا خضوة في إجدياز التداعيات السلبية؟ نعم أنت محق لذلك هناك العديد من الخيارات التي لعبتها الحكومة يمكن أن تشتري الأسهم في هذه الشركات مقابل رأس المال ومقابل رأس المال الذي سوف يتم استثماره وكذلك أيضا لأن هذه الشركات التي تعتبر لديها إمكانات كبيرة ولديها إمكانات في النمو كبيرة ولذلك لذلك سوف ينتج عن ذلك تحقيق المزيد من الأرباح بعد بقية الأموال وشراء هذه البنوك لذلك فإن هذا الأمر يحتاج إلى تدخل سريع كما قلت لك إذا ما تحدثنا عن تدعيات إفلاس بنك سيليكون ذالي على المنطقة العربية بالنسبة للتأثيرات على الدول العربية مقيد للغاية الأثر يمكن أن يحدث إذن كانت هناك تدعيات أكبر في الولايات المتحدة سوف ينتج إذا زادت تدعيات هذا الأمر في الولايات المتحدة على سبيل المثال يمكن أن تنتشر هذه التدعيات بشكل طفيف على بعض البنوك الدولية ولذلك أيضا يمكن أن تصل هذه التدعيات إلى الدول الآسيوية أيضا الخطر ليس على الشرق الأوسط وعندما يتعلق الأمر بشرق الأوسط فالخطر محدود للغاية أشكرك شكرا جزيلا لك سيد نعيم سليم الباحث الاقتصادي كنت معنا من لندن